اطمئن انك ليك غد عظيم سيسمعه الرب معك في الايام القادمة اقول له يا رب الديني نعمة انا مصدق ان فيه مجب عظيم جايه أليس هذه النعمة الله شكرا الاهنا الاله القدير الذي شرفنا ان نتكلم عنك في كلمته ومرحبا بي مشاهد قناة الطريق نحن نسعد بان نلتقي حول دسم كلمة الرب او نعمة ربنا التي دعتنا من الظلمة الى النور حديثي معكم في هذا المساء احبائي او في مكان اخر الصباح انني اتكلم معكم في سفر الخروج اصحاح 32 جزء وهنكمله الحلقة اللي بعدها عن الغد العظيم اللي بيعمله الله مع الناس وفي ناس صارت مع الغد العظيم صارت مش صارت مع صانع الغد العظيم تفرق كتير تمشي مع نجاحات الناس لكن لا تستمد نجاحك من الله يقول كتاب المقدس في سفر الخروج اصحاح 32 ان موسى سعت فوق الى الجبل عشان ياخد الشريعة من ربنا وبعدين الرب قال لموسى يا موسى انزل شعبك اخطى لان الشعب قال لموسى فلما رأى الشعب موسى ابتع من النزول يعني اتأخر من النزول اجتمع الشعب مع هارون وقالت نعمل لنا اله يصير اله نعبده طب وياه هو اللي انت بتعبده 40 يوم بس موسى يعني ابتع اه عاودين اله تاني اه لان مش مستمدين القوة من الله مستمدين القوة من موسى موسى اللي بيشجحهم موسى اللي بيكلمهم موسى اللي بيزخنهم موسى اللي بيكلمهم عن الارض كنعان لانه منتظر تسخين البشر البشر تسخينهم بيكملش 40 يوم يطافي لكن اتكلمنا في الحلقة الماضية ان نوح اخذ كلمة من الله صار مئة سنة يكرز ويابن الفلك اللي بياخد من الناس او بيتعلم من الناس او سير ورا الناس ما يستمرش كتير نعم موسى بيجيب كلمة الله لكنهم يعرفوا موسى ويعرفوا لكن لا يعرف الله نفسه ودي نقطة خطيرة مثلا زي مين زي لوط كان الله دعا ابراهيم عشان يعمل ليه شعب ويخرجوا من قور الكلدين عشان يعمل ليه شعب خاص خرج لوط ولما خرج لوط كان يعني الرجل ده كانش عنده اولاد كان عنده بنات وعرفنا القصة انه راح سادومة وجوز بناته الناس والبنات التانين والبنات المتجاوزون حربوا من النار من حرق سادومة وكانت النتيجة ان بناته تزوجوا معاه وكانت النتيجة ان خلنا مؤاب وادوم الاثنين والاثنين دولة كانوا من قشر الناس مؤاب وعمون مؤاب وعمون الاثنين من اشهر ان شعب اللي ما دخلوك من شعب الله حتى الله حدد حدد الشعبين دولا ما يقلتوش لان شعب جاء من طريق مش مظبوط من طريق بنات فاجرات مع اب سكراني لوط كثة معروفة في كتاب مقدس السائر ورا الى الا الى الى ابراء ورا ورا ابرام شخصية العظيمة اللي ماشي ورا نهايته متدمرة جي حزي صار وراه الاشعب وكان الهدف مش يخد نبوة الله هدف المال هدفه المال اللوت كان هدفه الحقول شعب إسرائيل كان لهم أهدف تاني هارون نعم إنه كان لكن كان موسى هو اللي جاء له ويكلمه وهو تسير ما أصعب المؤمن أو المؤمنين في هذه الأيام حبائي اللي بيمش وراء الناس مهما كان الخادم اللي انت بتمش وراء هتتعثر منه لأنه بشر الأفضل لك إنك تمشي وراء إلهك هتاخد قوة مش هتتعثر فكر بطرس وهو في رسالك يقولين عن يا إلهنا ونحن الذين كنا معه على الجبل المقدس الذي رأت عيوننا وهو سمعت وأزاننا سمعت سمعت يا بطل قال سمعت هذا هو ابن الحبيب سبتت كلمة ربينا إنه شاف ربينا وسمع يا رب النهاردة دعني أسمعك ناس كتير جدا في الكنيس مين جاي الهاردة جاي في الهارد يجو الأسيس ميجوش مين المرنم اللي جاي لا ده المرنم كوي لا المرنم الكنيسة تتمل هل تعتقد هؤلاء الناس اللي متزحمين في النهضة بالأسماء دولة تابعين ليسوع يزوم كل يوم في بيته انت جاي لفلان متجاي ليسوع افهم بقى اعرف الموضوع الكويس يعني افهموا انت اعم يعني امتحن نفسك انت مش رايح ليسوع انت لو روحت الكنيسة وحدك وركعت وصليت زي ما صلت حنة ودابت قدام ربنا ما خدت اختبار عظيم وخدت حج وطفل اصبح كائن وملك مش مش كاهن بس وملك ونبي ما كانت بيه خدم انك مشهور ولا كانت بيه خدم مضبوط في الهيكل ولا ما كانت بيه خدم انك عناك دخلت الى الهيكل وهي يعني صلت وانكسرت وبكت وطلبت من ربنا ودابت وشكرت امام الرب سكرت امام الرب سكرت الرجل شافها سكرانة دابت قدام الرب شافها سكرانة ويتتمايل تحتمل روح الله امتلا مبارك اسمك يا رب الى الابد فجاءت بولد في الكتاب المقدس كله ما حادش خاد الصفات التلاتة دور فقام واحد نبي كاهن قائد للشعب ملك ما كانتش ملك بالإذن لكن هو لكن بيحكم البلد كوا ليه لانه امت من قدام جوزها وامت من قدام المنغسين اللي بنغسوها وما رحش وراء الكائن تقول له سليلي خدت دخلت على جانب وحده وعرفت كيف تتصل بالسماء عرفت كيف تتصل بالسماء حرفت تتصل بالسماء ما احوجنا ايها الاحباب في هذه الايام الصعبة ان لا نكون تابعين للخدام ولا للمعارضات المعينة ولا للشخصيات المعينة لكن تابعين الرب يسوع بس صلي في كنيستي كانت كنيسة صغيرة قوي في اصيوت وفي حارة يعني مقفولة كانت زماني شرع ثابت في اصيوت وال ال الكنيزة ما كانتش كنيسة كانت دور اولاني دور وسكاننا فيها بس هي كنيسة كنت بقعد مع ناس دايبين في ربينا الناس حلوين وانا ساكن بشارع كل الكنيس العظيمة والفخمة بتاعة اصيوت في الشارع بتاعي جاء ناس كتير جدا من من خدام من من لبنان ومن برة ومن هنا في الكنيس وال والناس فلان جاي شعب الكنيسة اللي انا بيروح وانا اروح كنيستي كنت خمسة عشر كنا نقعد نصلي تشطب الكنيس لما يكون فلان جاي وفلان جاي لكن تعلمت حاجة واحدة فلان جاي هناك قالوا ياسوع عندنا هناك ياسوع في كيف حاولوا طولت وجودي وانا اخفق ما ثبتش كنيستي وتبعت واحد كنتش تابعة انا بتعلم من القدام بستفيد بحترمهم لكن لست تابعة لي للي خادم ولا لأي اخ ما كان وزنه في الكنيسة كنت تابع لي كنت استغرب اننا اكون عند الاخر في الكنيسة واحنا بنحكي معه ورجل نيجي نقعد في الجلسة وانا بكون متغد عندهم وكنت قاعدين معاه لما ايجي بالجلسة بقف قدامه وتحذب الكلام لا مينفعتش الكلام ده يبص لي كده كان لسه مغديك يعني دي حاج ودي حاج انت ربنا قال لك غدي لانا مش مش هتشتريني بغدوتك حضرتك يعني مش هتشتريني بالتقدمة اللي بتقدمها في واحد دفع فيها تمان غالي جدا محدش عارف يدفعه غير يسوع ومش هروح غير ليه قوة لانه هو اللي اشتراني محدش اشتراني ولا ولدك ولا كنيستك ولا كدمتك يشترك يشترك قوة ويقبلك لاحظ هو يقبلك بحالتك لما تكون كويس يمش معاك لما تعمل مصيبة كل ناس تسيبك لكن يسوع نفسه خد الابن الضال لما قال المثل بملابس الخناثير لبس اللي اللي تنجس بتاع الخناثير قال ما يعمليش هو متلامس مع الخناثير متنجس لكن انا الوعيد اللي احتضن هو اطحره حاجة بائرة تابع مين الخادم الوكل مخد مين المغنم اللي بتيجي الوراء عجبتني عروس النشيد قالت اجزبني وراك فنجري وراك انت المجوز وجاء ومسجد اليوسف ولا للسيدة العظيم وسجد له ابراهيم لم يسجد للملائكة قال لبالك لكن سجد له انت البساطة عشان ما تتعب نيش ولا اتعب منك ولا نتعب بعضينا لما تمشي ورا ابراهيم ابو المؤمنين ابراهيم ابو المؤمنين هتخلي في عيال من بناتك اللي عمله لوط طلق البار ومشور ابراهيم وتأثر من ابراهيم اخر ايام والسكر وامراته اتحرق بيقى عمود ملح وعياله اتحرق وبيجي ليه اسم زي ما تتخيل اسم صعب جدا اي واحد عنده شجود دنس يقولك لوط لوط بسبب السدوم اللي اهرح فيها كان بلد كلها لما هتمشي ورا خادم او اي خادمين يا عمي ده ابونا ابراهيم خلي بالك اللي تابع ابونا ابراهيم تلعب الاخر لوط هو ما عملش لوط لكن خد سمعة انت سمعتك هتضيع ان شاء الله لانك ماشي ورا الخدام انت تمشي ورا ربنا بس لوراي ولا ليك حد تسجد له غير الرب وحد وتسجد له وما حد يتحجي الكرام وده اخوك تحب وتغطيه بس طيب دي احد اللي سير ورا قال ليش خد بارس خد بارس هارون اللي دعاه موسى عشان يشتغل معاه عارف هارون عملي عبد عيجل في الاخر عبد عيجل عجبنا النهاردة بيعمل عجله بيعبده يا رب من كل قلب النهاردة اعطيني اني ما حطش عيني على حد دي اللي انا تعلمته من سيدي وتعلمته من كلمة ربنا وانا بقابل المنقنير الكبير اللي زاكن في مناطق ما يفرقش زي البواب اللي بقابله على عمرته او الخدامة اللي بتشتغل عندها او تقدير لي لان الاتنين هيروحوا مكان واحد ان كان مؤمن وهي مؤمنة هيروح الاتنين السبب فيش هناك حد يخدم حد ده يسوع الخدم هو حديث النهار ده معك اتمنى انك تخرج بنتيجة انك انت ورايح الكنيسة تحط عينك على الاله ورايح تتقابل مع ربنا الشعب اللي كان لما موسى ابطى موسى قالولي يا موسى قالوا نعم قالوله يا هارون نعم يا قالول موسى ابطى طب عاوزين ايه قالوا ما عروف شكرا للي حصل وده اربعين يوم ما جاتش طب اعمل اعمل لنا عجلة اعمل عجلة للأسف الشديد موسى هارون شخصية مش قوية مع انه كان مريم تتكلم معاه وتقول له موسى كذا يتكلم معاه اعمل لنا عجلة اعمل 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 انت شخصيتك مالكش شخصية انت منقاد منقاد ما يتنفحت انك تكون رأسا انت موجود وفي العالم زنب يلا بينا نروح تيجى واحد يلا بينا نسيب الاجتماع ده نروح الاجتماع ماشي يلا نروح نقدم هنا ماشي واحد ياخذك ماشي مالكش انت قرار نعمل حاولوا يستنوا على ان يبني ارشالين خوفوه رعبوه لكن كان يبني وصيف في يده لم يخف من تهديدات لم يتأثر من التراب اللي غطى البلد لم يتأثر من العار اللي موجود في البلد لكنه حط في قلبه ان البلد دية ارشالين سيستخدمني ان اقيم فيها صوح مين معاك انه مين معاك هو لما جاء جه وحده وحده لكن الله جعله قائد قامت الناس بعدها وراه بلاش ان الناس تديك دفعك انت تكون سبب دفع انت اللي تدفع الناس للخدمة انت اللي تدفع الناس للشغل مش منتظر حد فيه كهنة كانوا موجودين كان فيه شعب فيه لويين موجودين لكن واحد من عامة الشعب هو اللي بنى قرى شالين مش كاهن مش كاهن واحد عنده غيرة ده الشغل دي الجسيس يعملها ده الشغل دي يعملها للشمات يعملها الشغل دي على الكهن انت النهاردة ابن للراب ودي كنيسة ابوك ما ينفعش السيس ولا غيره بطلب منك يا سيديني ان تمنع عبيدك جراءة وقلب وخدمة غير حد هرون منقاد شخصية قيادية مش قيادية شخص منقاد يعني شخص ملوش كلمة اسمع يا موسى يا هرون 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 قاله نعم هرون شخصية منقادة موسى كان قائد عظيم حط فقاله لما نزل شوف واقفوا دم فرعون كده ودخل كده واتكلم كده وعمل كده هرون كان شخصية منقادة اعمل لنا عجل نعمل عجل تعال شانين قال نعبيده نعمل لنا حاجة فلما قال لهم طب يلا ماشي تخيل كل الناس جابت الدهب جابت الدهب جابوا دهبوا حطوه عطوه لهرون وعرون حيث بالقصة اللي على الموسى قال أنا حطيته في النار يا موسى تلقى كده ارتعب موسى هرون يقول لي معاني هرون الاكبر وموسى الاصغر لكن هرون كان مرعوب من موسى والعودة يقول لك الله يعطيك حيبة للي اكبر واللي اصغر اللي انت عملت يا هرون اللي انت عملت ده انت عريتي الشعب الشعب كله عريان جدام ربنا الشعب زي ما آدم أخطى فكان عريان قدام الله عريان وحوة كانت عريانة اصبح الشعب قدام الله متعري من العمل اللي انت عملته يا هرون خطيتك تعري شعب الله انت عريتي الكنيسة انت عريتها انا وانت بنعري شعب الله بسبب خطيتنا عريت الشعب طريقتك وطلوبك ومحملتك عرت الشعب خلينا نشوف المشهد الصعب مشهد الصعب اللي حصل قال له للنو الشعب قالوا لي اعمل كذا انا حطيت الدهب كداب خايف بيكذب وخواف خب من موسى وكذب دايما الكذب خواف خاف وقال ما لحظت ده طيب وبعدين تابع معايا حيطة مهمة قوي ليه الشيطان عمل كده لان خيمة الاجتماع هتتعامل والرب قال عن الاواني اللي يعملها باطلقيل ابليس عاوز ياخد الدهب اللي هيتعامل بيه في خيمة الاجتماع اللي هيتعامل بيه اواني الدهب اللي بتعمل عشان يدمرها وفعلا لانه منفعش دهب عجل اللي هيتعابدت بتنبع في انية الله اذن الجسد فموسى داها يعني حرقها ودراها وبليس استنزف الدهب بتاعت اللي بتقدمه للرب خد الشيطان وراح خد الشيطان اللي بتقدمه لربنا بدل ما تقدمه لربنا بتقدمه لحاجات تانية تقدمه للعجل اه تقدمه للعجل ما تقدمه لما تقول فيه فلوس لخدمه ولا مباني حاجش يدفع لكن يدفع للعجل ما دا كانت النتيجة ما تسكد موسى الدهب للعجل وطحنه وطحنه وحرقه ودراه ولا لا تشربوه خلاص يا الهي يا رب ادينا النهار نعمة خاصة عشان يكون لنا غد عظيم حاجة وحدة موسى رجل الله اللي قال عنه رب يا كما يتكلم الشخص صاحبه كان تابعا للرب بطرس كان تابعا للرب واستخدم الرب في فترة كل واحد لما يكون تابع للرب سد ان ربنا هيعمل مجد واستخدام غير عادي معها لكن مشكلتك انت انك مش تابع ربنا تابع الخدمة تابع نهضة تابع فريق تابع تلمد عندي تاخد تعلم لكن كلنا ككنيسة كمؤمنين عشان يبقانا لنا غد عظيم في حياتنا ويكون لنا نجاح زي ما قال قاليش حي هو الرب الذي انا واقف امامه دي حاس يقول له انا ما ماتشش من قدامك انا جاعد قدامك الحي هو الرب ما قالش انواقف قدام ربك قال له حي هو الرب عبدك ما رحش من هنا انا جاعد قدامك انا موجود هنا انت قاعد قدامي انا صحية انت انا ما متبتكش حبائي مطلوب انك النهار ده بنعمة ربنا انك تسير وراء رب وراء الرب تعبدون وياه تتقول وياه وعده تسمعون ولا عمل في حياتك الله عاوذك تعيش ليه هو اولا واخيرا هذه المأساة التي تتعايشها الكنيس اصبح مجتمع اجتماعي علاقات الاسيس ليه مجموعة علاقات والاخ فلان ليه علاقات وفلان مسك اجتماع ليه علاقات واجتماع شباب ليه علاقات ومدرس الاحد ليه من مقائد ليه مدرسين مدرسين مدرس العلاقات واصبحت الكنيسة مش متوجهة الى خدمة الفادي وان تأخذ مواعيدة من الله اصبحت مجموعات تعمل لعمل اجتماعي ما تعرفش علاقة مع الله وده ما أصعب أحبائي الموكب اللي احنا بنعيشه في الأيام الكنيسة ده مر في مرحلة صعبة مبارك اسمك يا سوهم أنا واثق النهار ده اننا هنتعلم درس مهم جدا عشان نكون لنا غد عظيم ان نتمتع بالرب ولنعرف الرب كم نفس النهار ده تقول يا رب أنا بجدد فكري وبجدد يا رب اتجاهي قالت السيدة العزراء للذين في العرس عندكم ايه المشكلة خبر دعت السقاط وقالت لهم حطوا عنكم ده حطوا عنكم مهما قال لكم افعلوه السيدة العزراء نفسها مش وجهت الناس لها هي ولا وجهت الناس انا ما عنديش حل للموضوع انا ما قدرش حله هو ده اللي موجود وصلكم ان انتم مش عارفينه فقال لهم املأوا الاجران ما حجبون الناس لنا وملأوا الاجران الى فوق يعني ملوها غرقوها الى فوق جابوا المية حطوا الى فوق يا رب انا بسدقك ومع ذلك بكل ما اوتيت من من امكانيات وملأوها الى فوق ما ممكن تبقى نقصى عشرة سنتياتين سنتو مليانة لا ده دولة ملوها الى فوق قال لهم اشربوا واستقوا للناس الناس اللي نزلوا المريض من السقف فوق في انجيل موركوز اصحاها اثنين حطوه قدام يسوع نزلوه وانزلوه هم قدام يسوع وطلب زكا يرى بوترس بوترس مين يا عمي يرى يوحنى الحبيب مؤمل مين وطلب زكا ان يرى يسوع بالصح كلمة صح يقولك في اللحظة اللي استغرب رفع يسوع عين وانو انت عاوز تشوفني انا انا عودة بيت معاك انا عودة بيت معاك وخرج زكا من البيت تاني يوم انسان جديد قال عنه الرب هذا هو ايضا ابن بيت حدث خلاص يا سلام يا سلام يا سلام على انت عاوز تشوفني قال له قال له بيتك كله هيتمتع بيه ويتخلص حدث خلاص لهذا البيت بس عاوز يشوف ربينا عاوز يجيب ربينا انت راح لجيب مين بالكنين سيادني يا ابني عاوز يبلي غد عظيم غمض عينك عن الاسيس وعن الاقوة انت شايف كل الناس ادم بص على الشجرة وحوى بصت عليها والشيطان نبههم وكذب عليهم هذه الشجرة معارفة خلي بارك معارفة الخير والشر معارفة ايه الخير دي يا ادم بتشوفه لما بيجي يسوع في الجنة بيوعد معك أوى رب كل خير عليهس الى ان هو كل خير نعم كل الخير هو في خير تاني عا غيره في خير عنده الاقتلا يعني غير ربنا في حاجة تنقب مع ربنا خير هو كل الخير طب وبعدين الشجرة دي فيها الخير طب الخير انا شافه في ربنا طب الشر ida لي مش فيش رب انا مفوع الشر يبعوز يشوف الشر عاوز يعارف الشر بتاع علاف شر لما حب يعرف الخير ما احنا عرفنا يعرفه من ربنا الشر مش موجود عنده ربنا يبقى عاوز يعرف الشر او ان يكون مثل الله يعرف كل حاجة ماشي اللي حصل انه تعرى واضطرد من الجنة وبدأت الارض تنبطه شوكا وشاف ابنه بيموت هابين لما اتى لقائين وشاف مرارة في حياته سببه ايه انه عاوز يعرف الشر احبيبي لو انت بركزت ان تعرف الرب مش عاوز تعرف حد تاني صدقني صدقني ده ما بقولك انك ستتمتع بمجد الله العظيم وهتشوف مجد ما لوش عدود وان الله انك حطيت بعينك انك تكون تابع ليسوع يكل لك غد عظيم خادم ملك دعو برئيس صيفة ازاخ ملك دعو بأسيس ملك دعو بالقسس اللي حواليك ملك دعو بالناس انت النقار ده انسان دعاك الرب دعاك الرب في يوم من ايام ملك اسرائيل استدعى ميخا والنجا يبين ميخا في الطريق بيقولوا ده فيه ربعمائة واحد نبي موجودين قالوا كذا 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 كلام ده ما تقول لهم لا ربعمائة يقول العودين يقولوه انا مش هقول غير اللي قالوه لربنا امين اطمئن انك ليك غد عظيم سيصنعه الرب معك في الايام القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أليس هذه نعمة الله؟